موزي كفام الإبعاء الأولى في تونس موزي كفام موزي كفام موزي كفام موزي كفام هذا الموزي بشكل فائل ما عندو حتى قيمة للناس اللي تحب يقعد في القهاوي ولا ناجم ويقعد قد ميهب وموضوع بعيد ياسر على الواقع التونسي الموجود وماذا بيك يعني الناس تعرف القرارات هذية والحاجات هذو ما اللي يأخذوا فيها ما اللي يأخذوا فيها وغالطين على طول قط ما التجمش ما التنبقش في تونس ما التنبقش في تونس وما تنجمش تكون في تونس مستحيل هذا الرأي اللي سائد والرأي اللي موجود في المجتمع طوالي قاعد يتقال ولي قاعد يسير لا مش بالضرورة يكون مجتمع طاقه ما تحاول بشو قاعد ساعة ولا أكثر من ساعة في قهوة ما فرصي ما نجم في نهار تقاضي ساعة كيمة نجم تقاضي أقل من ساعة ما شعجبتني لحكاية سامحني بيان زوفيش عجبتني شعلا لابس ما تكلتوا في دنيا وتصحر وفي دنيا وتصحر وفي دنيا وتصحر وفي الاخرى فقرتون ما نقاضوش على ساعة ساعة سامحني معنا منو احنا ساعة سلامش نحوالك لابس ومبعد ساعة ثانية وثالثة واسي دوشويت ما عاجبتني شفا نزيد قهوة عبتع شنيا بشو نزيد القهوة لأخرى ديجا جي كنصومي انا هوني قهوة بالفين كثاليف كنشي للاك انا ش نعم كل مرة نزيد عشرة الاف كل ساعة نحط عشرة الاف ساعة ديش لاحكي يا قهوة مااني عندهم الحق في الموضوع الحق على خاطر توكي ما تشوفك برش عبادة فمتي يهبت قهوة مصباح يضرب بها فمتي كل اخر العشية ديجا يعبي تاولة ذيه فمتنيه ناوك عندهم الحق مول القهوة انه باش بعد ساعة في امتازي دي هبت شرب اخر ويسير وموذيك حتى في السترونيات كبار واحد معناي حتى حكيت للمليقات اليوم انك تهبت حاجة واحد وكذير باش ديما يقابل الله حسير مااني ديك انسير لك ما تخلقش لا 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 انا الحق ما نطولش ما فوتش الساعة ديجا مااني بش بليجي علي انا حكيت بالوقت مااني بش نشرب قهوة ولا واحد مااني بش نشوفها ونعرش انا في قهوة عربية ولا حاجة ترح رامية مثلا ولا واحد بش نقعد مع صحابنا ولا حاجة ويش بش دي ساعة ولا بلوت ولا حاجة بش انا مواما ولا صهرية مثلا في رمضان تساول انتي مااني واحد في رمضان نقعد مع انا احنا الشباب بش نقعد مع صحرية في رمضان بش نقعد مع انا من بعد شقال الفتر اسم صحر والروح كما قولوا فمت فازا بش نقعد مع انا بش نشبت نعود نهبط شرب ويش نعود نهبط شرب ويش نعود نهبط شرب ويش كل شي افارا كيكا احنا بتبعت نروحة دي وفيت له قهوة ولا حاجة مش بش استخزر في روحة بش يهبط قهوة اخرى ولا كذي مش بش مااني عرش انا نشوف الحكاية ماهيش الحقيقة انا من رأي بوزيتيف الحكاية من البوند في اخرى معناتها شنية البوند في الاخرى انو متشجرش لعبط بش تقعد في القهوة القهوة معناتها ماكسيموم ساعة هيكية ما انت هربع سوية شو تقعد تقعد تعم في قهوة عندك خدمة في قهوة اذا خدمة مش دخل فلوس تهبط مشروب اخر كل ساعة اذا ما عندك ما تعمل برا شوف عاجة تعملها خاطر قاد تلقاها انا بوزيتي مناقودش في القهوة نعمل اكس بريس زو السويقر ونمشي على الروحة بواند فيه كوميرسيال الاصحاب القهوة ينجم يخليك تقعد اربع سوية ويكلف لك القهوة بحق اربع قهوة اما بالنسبة للانسان انو مشي كي انتي مش تنحيله وكل وقت اللي يضيع فيه في القهوة مشي ولي يستنبط حويش يعملها في عضي قوات في قهوة مشي يعمل بزنسبة الليجون مشي يعمل سبور يمشي اه اه انا اعرفش من شو قولك هي خاركتافي مكتبة من ديسيبلي سيينز يناه هاي اوليه ما انشوفهاش تتبق على خطر نحسها اه تحقر المواطنة شوية منها هاي راية فلاصل لازمها جي هترفمها انا عباد يجيك مصباحي هابوت اكسبرس دينار ولا اثناشم مية يبقى لك على نار كام انا تخسر انت فلاصة كورسي وكذا وكذا لكن برجه لي امور انسانية ما نجم انا ما نجمش انطبقها لانا في قهوتنا ما نجمش ما نجمش نعمل ما نجمش نعمل ما نجمش نعمل ما نجمش نعمل تخسرك الفلوس تخسر الفلوس بانسير كي تبدأ قاوة معابي وانت بش تدخل تعمل قهوة مطلقاش كورسي مش عملنا بجمليها تولي تخرج ولا وهذاك اللي شارب قاوة عنده ساعة ما نجمش تقاوه هو باهم من كوتاي وخايم من كوتاي اخرى شمعنيها معنيها العلاقة رجعت صاحب المقهى بلكليونيت بتاعه ولي هما ثم كل مقهى عنده كليونيت بتاعه حيجيوهم معنيها هذوكم اللي قاعدين ينخدموا معاهم دونك العلاقة رجعت كأنها علاقة بتاع عائلة معتش علاقة بتاع صاحب مقهى معنيها بلكليون دونك جي كرزينا متنجمش تجي تنفذ عليه قرار تقولوا بالله تواسيعة اخرش وإلا عاود كونسومي فمتني معنيها صعيبة شوية هي الحكاية مهيش مقبولة وكل يعني أنا كاس حبة مقهى وإلا زوجي منجموش نجيو الواحد كليون موجود الله أعلم بظروفه هو قاعد لنا أولا تلقاه بطال تلقاه ما عندوش فلوس تلقى يحبي يتفرش في ماتش يحبي يشرجي بورتابل يستنى في عب تجي تقولوا انتي ليه طوا ما تنجمش طوا فتت ساعة وإلا انتي بالشقعة تخدم ترجع شي دلوقت عليك اليونيت اذاك ليه عندو ساعة اذاك ليه عندو ربع ساعة اذاك صحيح هو صاحب المقهى كان متضرر في برشة حاجات طوا في الوقت الحالي معناها الإداءات بالحق معناها برشة عدي أكثر المقاهي نتصورها سيختو في وسط العاصمة أكثرها كلها قاعدة أهل في روحها للتسكير وللغلق أما معا هذا كل ما تنجمش تجي تقول مواتن تقولوا ليه سايا وفي وقتك أي توقوم راهو كذا كذا ما يمكن لربما معا عباد معينة معاك اليونيت معينة معناها يجيوك يقعدوا كل نهار ويقعدوا نفس الوقت وراجعوا معناها يقلقوا لك في تليونيت وإلا أنت تبدأ عندك وقتها بالزهر خطبة برشة يمكن شوية زائدة أما بالأكثر أنا جيسوي كونتر قرار هذيك عبادت ما أخذيش ما شاولوش الجميع المقاهي النس كل ما كيريت وانا هي فكرة كما قولوا 50-50 تمشي على مقاهي وما تمشيش على مقاهي كما مقاهي شعبية مدجمش تقول ما تمشي كان على المقاهي الراقي ما تمشيش وما تمشيش كما تقول لك ما تمشيش بلا جميع المقاهي لا يوجد أن تكون مقاهي لا يفوتوا على ساعة أو نصف والذي يمكنك الإغلباء الثابتك إستعمل الكويفي ويقوم ترغي إلى قاعده قادم على ساعتين إلى السماء تنببغي يقوم الثابتك ها같ي ويقوم ويقوم بالضبط مستعد هناك آخرون يمكنك التعامل مع الكلمة وهذا يمكنك التعامل معها ثم التطورات الأخرى وهذا يمكنك القرار والذي من التطورات الساعة هو التطورات الإطلاع نجم أنا لا نستعملوش نستعملوش نستعملو ديبلوماسية مع كليونات كليوناتنا هنا في هذه السزون كلها كليونات تاعة إدارات ووظفين وعمال أما بشي تقعد آير في بلاسة بشي تقعد انت بشي تقعد إكسبيس ودزان وعرشه بشي تقعد حدث النجم يكون بشي يقعدك في الدفان ومشي يقعدك هذي بشي يدونه يكون والمقاهي تتفرق ثم سوم فنجم يكون محر من الأمام فنجم يقول إكسبيس يقعد 3.4 فرنك هنا تقعد إكسبيس دينار دينار ومية فهو شواء هذا هو هنا يجب السحب المقاهة ومن بلاسة الانبلاسة هو يتصرف موسيقى